موسيقى الخامسة بتوقيت العاصمة والبداية بالعنوة مفتي الديار الليبيا يشدد على دعم أهالي غزة المحاصرين وينتقد تسميتهم بالإرهابيين موسيقى حركة حماس تندد بتصريحات وزير الخارجية السعودي عادل جبير وتعتبرها مواقف مخالفة للقوانين الدولية والمواقف العربية موسيقى استمر القصف الجوي على منطقة وسط البلاد ببنغازي واشتباكات مسلحة بين ميليشيات حفتر وبعض أفراد العواقير موسيقى 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 كانت تلك العنوين وإليكم التفاصيل أهلا بكم قال مفتي الديار الليبيا فضيلة الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني إنه واجب على كل مسلم وكل دولة أن يدعم الأهالي المحاصرة في غزة ويجب على كل إنسان وكل مسلم وكل دولة أن تقف مع المحاصرين في غزة ومع حركة حماس لأن حركة جهادية هؤلاء ناس مظلمون أخرجوا من ديارهم بغير حق أعتدى عليهم الصهاينة وأخرجوهم فالجهاد في حقهم واجب ويجب على كل المسلمين أن يقفوا معهم وأن يدعموهم وهذا ليس من الإرهاب وإنما هذا من تضليل الصهاينة الحركة العالمية الصهيونية هي الآن التي تميع في هذه الأسماء وتصنف كل من يقاوم ويدافع عن حقه ويجاهد الظلمة تصف بأنه إرهابي وأنا أقول ربما من يعني يتولون هذا الأمر الآن ويقاطعون من أجل مساعدة ومساعدة حركة حماس عليه من يراجع أنفسهم فإن هذا أمر يتعلق بعقيدة المسلم والولمان ينظروا فيه ولا يسكتوا عنه فإن هؤلاء يعني أخرجوا من ديارهم أخرجهم غير المسلمين من ديارهم والعالم الغربي الآن يظاهر على إخراجهم فلا يجوز أن ينضم الناس لهذه الدعوة ويصنفون كل من يدعم الجهاد وإعادة الطلب إعادة الناس إلى ديارهم والمسلمين إلى أوطانهم يصنف بأنه إرهابي مفتي الديار وعبر برنامج الإسلام والحياة على قناة التنصح أوضح أن مصطلح ما يعرف بالإرهاب يطلق على كل من يكون خارجا عن القانون وليس كما يفعل الغرب في تخصيصه للمسلمين فقط نريد أن نضع تعريفا للإرهاب نحن نقول الإرهاب في مصطلحنا هو كل خارج على القانون كل من يخرج على القانون يجب أن يسمى إرهابيا لا يخص هذا الاسم بمسمى المسلمين بحيث يتبع فيه المسلمون وينضم إليه ويعمل تحالف دولي تقوده الصونية العالمية وينضم إليه بلاد المسلمين وأصبح للأسف هذا المسمى وهذا الاسم الإرهاب في حد ذاته هو إرهاب عالمي لأننا نرى ونشاهد الخوف والفزع من هذه الكلمة فكل اجتماعي أن كان دول ولا أفراد ولا مجموعات لابد أن تصدر بيان في نهاية اجتماعها أنها ضد الإرهاب خوفا أن تصن فيها أيضا ما الدول العالمية هذه التي تقولها التحالف بأنها داخل في الإرهاب فأصبحت كلمة يعني كلمة شنيعة كلمة ليس فيها إنصاف وليس فيها حق وإنما هي مصلطة على الناس وتستعمل أن أصبح التجارة عالمية يصدر باسم السلاح وتنشى بالحروب في بلاد المسلمين خاصة ويتقاتلون والمسلمون هم الضحايا هم الذين يموتون والغرب يبيع السلاح ويضرب الطائرات ويعين المسلمين على قتل المسلمين ومن جانب آخر قال مفتي الديار الليبية الشيخ الصادق الغرياني إن من يسبون الشيخ والعلماء إنما يحدون حسناتهم وأجر صيامهم وبهذا يخسرون أجر أعمالهم الصالحة دائما في حلقات التناصح والإسلام والحياة يخرج من حين لآخر يسب الشيخ والعالم أو يعني يشتمه أو يدعو عليه بكلام أقول لهؤلاء الناس والله نصيح لهم جميعا إنكم والله تهدون حسناتكم حسنات صيامكم وصلاتكم وأعمالكم الصالحة تهدونها إلى هؤلاء الناس الذين تسبونهم لأن الله تباك وتعالى يقول من يعمل سوءا يجز به ويقول من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شر يره والناس يقولوا في المثال مدفوط الصراط وعليك قراط فيوقفوك على الصراط ويأخذ كل حسناتك هذه اللي أنت عملتها وصدقت وصليت وعملت وكذا يغضر منك ويعطوه الله باشو ويسامحك وإلا أنت بتقع في النار هذا لابد أن يتذكره الناس ويعلموا ويعلموا ما قال الله تباك وتعالى والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتان وإثم المبينة ماذا صنعت وماذا جنيت بهذا السبب وهذا الشتم وأنت تعلم أنك تناصر عداء الله تناصر الظلم وتسب العلماء هذا ليس عمل المسلمين هذا عمل اليهود الذين يأمروا بالقصة من الناس يعني كان اليهود هذه صنعتهم يقتلون الأنبياء ويقتلون الذين يأمروا بالقصة من الناس يعني فأنت لا تفعل فعل اليهود اتقوا الله اتقوا الله فإنك والله ستخسر ستخسر أعمالك الصارحة كلها تضيحة صيامة كلها لا تحصل منها في شيء ما الفائدة أن تقول هذه الكلمة ثم تبوبق صرات الدنيا والآخرة قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية السعودي عادل جبي تمثل صدمة الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية التي تعتبر القضية الفلسطينية قضيتها المركزية وأعربت الحركة في بيان الله الإربعاء عن استهجانها لمصادر عن وزير السعودي من تصريحات تحرض على الحركة اعتبرتها تصريحات غريبة على مواقف السعودية التي اتسمت بدعم قضية الشعب الفلسطيني وحقه في النضال حسب وصف البيان قال النائب العام الإماراتي حمد سيف الشامسي أن دولته قررت معقبة كل من يظهر تعاطفا مع قطر عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة عقب قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين وقال الشامسي أن إبداء تعاطف أو الميل تجاه قطر في وسائل التواصل المختلفة قولا أو فعلا عدوا جريمة صريحة يعاقب عليها وفق الإجراءات المتخذة مع تلك الدولة حسب قوله وأضاف أن العقوبات تصل إلى الحبس 15 عاما وبغرامة مالية تصل إلى 500 ألف درهم وفي سياق ذاصلة نقلت مواقع سعودية عن قيام السلطات باستدعاء مغردين وأجبرتهم على توقيع تعهدات قطية بعدم التعاطف مع قطر وإلى بنغازي حيث قالت مصادر مطلعة من داخل بنغازي إن هذوءا حذرا سدو كافة محاور الختال بوسط البلاد مع استمرار القصف الجوي والمدفعي من قبل ميليشيات حفتة المصادر ذاتها قالت إن القصف خلف دمارا كبيرا في المماني بالمنطقة فيما لم يحدث أي إصابات بشرية في صفوف ثوار المدينة هذا وكان الطيران الأجنبي الموالي لمعرف بعملية كرمة قد شنى ليلة ثلاثاء ستة عشر غارة جوية استهدف فيها منطقة وصل البلاد وذلك حسب مصدر من شورة ثوار بنغازي المصدر ذكر أن طائرات البرديتور والكام كوبتر يحلقان في سماء المنطقة بشكل مكثف وضيفا أن القصف تسبب في دمار عدد من المباني بالمنطقة فيما لم يحدث أي إصابات بشرية في صفوف قوات المجلس قالت مصادر إعلامية إن ميليشيات المسلحة تابعة لأجرم الحرب حفتر انسحبت من الجنوب الليبي والمواني النفطية متجهة إلى مدينة بنغازي على خلفية اشتباكات المسلحة دارت بالمدينة وكانت اشتباكات المسلحة دارة البارحة بين مجموعات تابعة لفرج قايم وولياء الدم ومجموعات من الأفراد في بنغازي وأخرى يقودها صدام حفتر بعد محاصرة مبنى معرفة بالشرطة العسكرية في حي بوهديم وأشارت المصادر إلى أن مجرم الحرب حفتر استخدم ميليشيات يقودها لمدعو جمال إزهاوي من الجفرة وميليشيات من الهلال النفطي للقتال في صفوف صدام حفتر وكانت قابلة العواجير بسلوق قد أصدرت مسال اثنين بيانا استنكرت فيها حادثة اختطاف أحد أبنائها نوري بوفنارة من قبل الكتيبة 106 التي يقودها ابن مجرم الحرب حفتر قابلة العواجير وبحسب البيان وأصفت الأعمال التي يقوم بها ميليشيات ما يعرف بالكرمة من اختطاف وتصفية بالأعمال البعيدة عن الإجراءات القذائية لمصالح وأجندات شخصية كما طالبت القبيلة بفتح ملف للتحقيق في حالات الاغتيال أخيرها اغتيال بريك الواطي الشيخ العواجير وكذلك فتح ملف تحقيق وكشف ملابسات التواطئ في تهريب أفراد ما يعرف بتنظيم الدولة من المنطقة الشرقية إلى المنطقة الجنوبية وفق البيان أجندات سياسية وشرصية وإذن نبارك بإطلاق صراح الشيخ نوري ببنارة بمدينة سنوط المجاهدة فإننا نجد مطالبنا بإجراء تحقيق في حالة تغتيال الشيخ والعمدى بريك محمود الواطي رفضت ميليشيات ما يعرف بالكرمة الإربعة تسليم جثمان الشهيد محمد الخشغاج التابع لمجلس شورى ذرنة إلى ذويه هذا واستجهد محمد الخشغاج الجمعة إثر تصدي قوات مجلس شورى مشاهدي ذرنة لمحاولة ميليشيات الكرمة التقدم نحو المدينة حمل رئيس لجنة الأزمة في مدينة الزاوية عمر البلعزي المجلس الرئاسي المقترح مسؤولية فرض الأمن وإعادة الاستقرار الأمني بالمدينة البلعزي وفي تصريح خاص للتناصح أوضح أن على الرئاسي المقترح أن يقوم بدوره من أجل جبر الضرر وإعادة النازحين الذين فاق عددهم ثمانمائة عائلة نازحة إلى منازلهم لافثا إلى أن الرئاسي غض الطرف ثماما عن المدينة ما حصل بها بحسب قوله مشيرا في الوقت ذاته إلى أن حكماء وعيان مدينة الزاوية سبق لهم وأن اجتمعوا بكافة الأطراف المتنازعة بالمدينة تم الاتفاق على الوقف الفوري لإطلاق النار فاصل قصير تتابعون بعدها في ترهون توزيع مساعدات غذائية على الأسر المحتاجة وأسر الأيتام بالمدينة بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور اشتركوا في القناة بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور أهلا بكم من جديد جددت الجزائر ومصر وتونس ثلاثاء رفضها لأي تدخل خارجي في ليبيا شددا على التزامها بالتوصل إلى حل للنزاع في البلاد وكالة الأنباء الجزائرية أوضحت أن وزراء خارجية الدول الثلاث أقروا إثر اجتماعا في العاصمة أعلان الجزائر من أجل تسوية شاملة في ليبيا وشدد الوزراء الثلاثة في البيان على استمرار العمل من أجل الوصول لحال ينهي معاناة الشعب الليبي خاصة على المستويين الاقتصادي والإنساني أكد وزير الشؤون المغاربية والأفريقية الجزائري عبدالجادر مساهل أن دول الجوار الليبي تعمل جاهدا من أجل ما وصفه بمرافقة الليبيين في حل الأزمة الليبية دون أي تدخل أجنبي الوزير الجزائري وعلى هامش الاجتماع الثلاثي لكل من دول الجزائر وتونس ومصر قال أن تفاقم الأزمة الليبية سينعكس سلبا على دول الجوار على صعيد الملف ما يسمى بالإرهاب إضافة لملف الهجرة الغير الشرعية بحسب قوله وأشار مساهل إلى أن المنطقة مهددة بما يسمى بالإرهاب والهجرة غير الشرعية الأمر الذي يفرض علينا بذل مزيد من الجهد والتنصيق لمواجهة هذه التحديات قال المتحدث باسم مجلس النواب المنحل عبدالله بلاحق أن مصر هي داعم رئيسي لمجرم الحرب حفتر السند الحقيقي لما تسمى عملية كرم بلاحقها في تصريح لوكالة إيكي الإيطالية أوضح أن الضربات الجوية التي تنفذها الطائرات المصرية في عدة مدن أبرزها مدينة درنة تأتي في إطار الدعم المصري وبالتنصيق مع كل من مجرم الحرب حفتر إضافة للنواب المنحل أكيدا في الوقت ذاته على أن مجلس النواب المنحل يؤيد بشدة هذه الضربات الجوية المصرية التي تستهدف مناطق متفرقة في ليبيا بحسب قوله أصدر المجلس الرئيسي المقترح من الباثة الأممية قرارا يقضي بصرف مرتبات كافة أعضاء مجلس النواب المنحل عن الأشهر أبريل ومايو ويونيو كافة النفقات التسييرية والتنفيذية عن ذات الفقرة القرار أذن بصرف مرتبات أعضاء المجلس المنحل البالغ قيمتها مليوني ومئة وخمسة وعشرين ألف دينار في حين بلغت المصرفات التشغيلية والنفقات التسييرية ثمانية ملايين وسبعمائة وخمسون ألف دينار قالت مصادر صحفية أن إسماعيل أولد الشيخ هو المرشح الأوفر حظا لتولي مهمة مندوب الأمم المتحدة في ليبيا يشار إلى أن أولد الشيخ هو المندوب الحالي للأمم المتحدة في اليمن كما شغل منصب نائب المندوب السابق للأمم المتحدة في ليبيا طارق متري دعا تشاركة العامة للكهرباء المواطنين والجهات العامة والخاصة إلى ترشيد استهلاك الكهرباء ذلك مع بداية دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وأكدت الشركة عبر صفحتها الرئيسية على شبكة التواصل الاجتماعي الثلاثة أن تعاون مع الشركة في ترشيد استهلاك بإعادة ضبط أجهزة التكييف والإنارة إلى القدر الضروري له أثر إيجابي على تحسين مستوى تقديم خدمات الكهرباء سلمت المؤسسة الوطنية للنفط سيارتي أسعاف مجهزة إلى جهاز الأسعاف والطوارئ فرع الزاوية ومستشفى الجوري برعاية شركة ريبسول الإسبانية في إطار بررامج التنمية المستدامة وقالت المؤسسة عبر موقعها الإلكترونية الثلاثة أن مرسم التسليم حضرها عدد من حكماء وعضاء المجلس البلدية الزاوية ومدير مستشفى مطرد بالإضافة إلى الممثل عن شركة ريبسول النفطية هذا وتجدر الإشارة إلى الزاوية تشهد هذوءا حذرا عقب اشتباكات عنيفة شهدتها المدينة الأحذ الماضي منذ ساعات الصباح الأولى شبا حريقا بعجرة البطاريات بالوحدة الثانية في محطة كهرباء الخريج البخارية إنتاج الطاقة الكهربائية غرب سيرت وقال محمد الأميل المتحدث الرسمي باسم المجلس البلدي سيرت أن سبب الحريق الذي طال حجرة البطاريات بالمحطة ناتجا عن خلل فني وأوضح الأميل أنه تمت السيطرة على الحريق بالتعاون مع العاملين من مهندسي وفنيين وعدد من أهل المنطقة وأضف أن مجلس إدارة الشركة العامة لكهرباء قد شكي لها لجنة من خبراء للتحقيق في الحريق موسيقى أخدمت مجموعة مسلحة ثلاثة على إحراق منزل آمير لواء العروبة في مدينة صفراتة محمد شعبان الشتوي ومنزل مساعده وإسام الشماطي وبحسب تصريحات صحفية لمصادر محلية الأربعاء فأن منزل الشتوي الذي يقود لواء ساندا يقع بمنطقة النهضة في صبرات وتأتي هذه العملية على خلفية مقتل أربع مهربين المحروقات في اجتباك مع لواء العروبة جنوب المدينة انتهى بإحراق صهريج الوقود المهرب ذافت لمقتلهم فيما أقدمت عناصر المهربين في وقت لاحق على تصفية عنصرين من لواء العروبة فيما كان يتلقيان العلاج بأحدى المصحات نصابة لحقت بهما في الاجتباك وقعت بلدية كفرة الثلاثة عقود إنشاء طريق وترميم ثلاثة طرق بالمدينة بتكلفة إجمالية بلغت 11 مليون دينار وذكر مصطفى الأوجلي المتحدث باسم بلدي الكفرة أن الشركات الثلاثة التي أقعت عقود ترميم وإنشاء طرق البالغة 36 كيلو متر ستشرع الأسبوع القادم في عملها في ثلاثة طرق تقعوا وسط المدينة وشرقها وغربها وأوضح الأوجلي أن العقود ستمول من صدوق إعمار الكفرة الذي أنشاء مؤخرا والذي رصد قيمة مالية تجاوست 15 مليون دينار ضبطت أحد الفرق التابعة للقوى الثالثة حرس حدود نالوت عدد من المواشي كانت معدة التهريب لتونس يقدر عدد المواشي بـ 500 رأس غنم حيث قامت الفرقة الأمنية باتخاذ كافة الأجراءات اللازمة بالخصوص شاروا إلى أن هذه ليست البر الأولى التي يتم فيها إحباط محاولة تهريب المواشي والسلع من قبل حرس الحدود تاجة الخيرية بطرابلس الثلاثة بتوزيع مساعدة غذائية على الأسر المحتاجة وأسر الأيتام بمدينة ترهون المساعدات تمثلت في أكثر من ثلاثين سلة غذائية احتوات على مختلف المواد الغذائية الأساسية كالزيت والدقيق والطباثم واستفادت منها 31 أسر من الأسر المحتاجة وأسر الأيتام المقيمة في مدينة ترهون جمعية رعاية الأسر المحتاجة الخيرية هي أحدى مؤسسات المجتمع المدني وتأتي هذه المساعدات بمناسبة شهر رمضان المبارك الفلحار جونس الفلحار وثلاثة جني بتنجاعل ديارونس زعر جونس مالفيف جونس باتاتا زوزونس باتاتا زوزونس باتاتا زوزونس قلعاو زوزونس ديارونس المعدنيس 3 ديار شبهت كوسبر جيرجير اللي بصلوا سينك ديار بسلاطة كيلو بي 3 ديار زوزونس ديار أكيد في بداية رمضان فيه ارتفاع فلا سعر طوى باي الحمد لله بداية رمضان المعدنيس 50 قرش طوى 3 ديار معها ارتفاع الدولار والأدوية والزراعة طبعا ترتفع الأسعار كل مرة تلقى الأسعار بشكل ما فيش أسعار من تضمع لكن في هذا اليوم تقريبا أسعار مناسبة فيها خفت شوية الغلال اللي كان فيه اول رمضان وقص شوية توا والانسان فيه امكانها متوسطة عن الأسعار لا مش غالية مش رخيصة وطبعا يوم الصوق هو مش يوم الصوق يعني بقرة الصوق يمكنني تكون الأسعار أغسط من هكي وانا جماعي الساعة يسكروا حصاباتهم ويقول الحكاية غالية باح بحو وان شاء الله ربي يربحهم ونقصوا شوية يساعد في الناس المنتج عندما يسمع برمضان يقدس البضاعة ويبدأ يقول أن لازم ياخدوها ما تقعش ليش لما عارف الناس في أول رمضان بتشري وتتعب يومين ولا تلاتفين اللي ما يستطيعش يتحمل الصيام من أول يوم ويأخذ البضاعة ويقول لك الأسعار حطها زي ما تبقي لبي والتهجر حتى هو بياخذ غالية ويحط الهام شربح متاعهما والموت نساها متكالب حتى هو يجري فيه سعى تكمل فيه سعى ما فيهش فيه سعى ما فيهش فيه سعى كده فطبعاً مشتركنا ما بيننا الجميع قامت جمعية رعاية الأسر المحتاجة الخيرية بطرابلس الثلاثة بتوزيع مساعدات غذائية على الأسر المحتاجة وأسر الأيتام بمدينة ترهن المساعدات تمثلت في أكثر من ثلاثين سلاث غذائية احتوت على مختلف المواد الغذائية الأساسية كالزيت والدقيق والطماطم واستفادت منها أحدى وثلاثون أسرة من الأسر المحتاجة وأسر الأيتام المقيمة في مدينة ترهن وجمعية رعاية الأسر المحتاجة الخيرية هي أحدى مؤسسات المجتمع المدني وتأتي هذه المساعدات بمناسبة شهر رمضان المبارك حاتم ساسي رئيس جميلة الأسر المال الخيرية بترهنة اليوم بفضل الله وتوفيقها تم توزيع أكثر من ستمائة سلة رمضانية للأسر المحتاجة بالمدينة والحمد لله على الدعم نشكر كل ما ساهم في دعم هذه السلة وكل ما زادت دعم كل ما زادت الاستفادة كل ما زادت الأسر المستفيدة يعني وقدمنا مساعدات الأسر النازحة في بداية شهر رمضان الأسر المسجلة الجميع عندنا أيتام عندنا الأرامة المطلقات الأسر ذات الدخل المحدود الكبيرة العدد لا تشمل سلعة متنوية زيت، طماطم، رز، مكرونة، تمر، شربة خطام النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها مفتد ديار الليبي يشدد على دعم أهل غزة المحاصرين وينتقد تسميتهم بالإرهابيين عركة حماس تندد بتصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير وتعتبرها مؤفقة مخالفة للقانون الدولية والمواقف العربية استمرار القصف الجوي على منطقة وسط البلاد ببنغازي الشبكات المسلحة بين ميليشات حفتر وبعض أفراد العواكير كما تبعض أيضا في ترهونة توزيع مساعدات غذائية على الأسر المحتاجة وأسر الأيتام بالمدينة خثام النشرة في رعاية الله موسيقى موسيقى